مرحبا يا زقائي لا تنسوا تحطوا الجرس والساكسرائب صباح الخير سف سادس نبدأ الآن معاكم امتحان التربية المهنية عندنا السؤال الأول تكون مرقمة بوضوح ولها حواف ناعمة حتى لا تخدش الأقمشة عند تنفيذ الخطوط عليها ايش هي هاي؟ هاي تعريف مصدرة الخياطة لأنه بحكيه لك هون تكون مرقمة بوضوح حوافها ناعمة عشان ما تخدش الأقمشة فإذا نتحدث عن المصدرة السؤال التالي معانا لليوم كل مما يأتي من فوائد مثبتات الملابس ما عدا ايش؟ قلنا فوائد المثبتات إنها بتغلق الفتحات سهولة ارتداء الملابس وتزيين الملابس وتجميلها يعني هاي كانت موجودة بأول فقرة معانا بالنسبة لتعريف مثبتات الملابس فإذا ما عدا تسوية حواف الملابس غير المنتظمة السؤال رقم 3 بقولنا من الحلويات المشهورة بالأردن تعاد باستخدام عجينة الشعيرية ناعمة والسمن والجبن ويضاف إليها القطر وتزين بالمكسرات إذن في عندي هنا عجينة الشعيرية ناعمة الحلو اللي فيه شعيرية ناعمة وسمنه جبنة أكيد اللي هي الكنافة فإذا رح نختار الكنافة السؤال أربع بقولنا من المكملات المهمة للملابس إلها أشكال وألوان وحجوم وألوان مختلفة تصنع من البلاستيك أو المعدن أو الخشب مدام حكينا مكملات مهمة أشكالها وأوزانها مختلفة بس أهم شغل حكينا أنه تستخدم بإغلاق فتحات الملابس إذا نتحدث عن الأزرار طيب ننتقل معك إلى سؤال خمسة تستعمل لنقل علامات الخياطة وخطوطها من الورق إلى القماش وأيضا ننقل من خلال هالأشكال اللي بدنا نطرزها على الأقمشة المختلفة مدام حكينا نقل علامات الخياطة أو شو اسمه نقل الأشكال فبالتالي نحن نحكي عن ورق الكربون مش مقص ولا دبابيس ولا مساطر سؤال ستة معانا لليوم أنه يستثمر الفرد وقته بتحقيق أهدافه بتنظيمه وبالموائمة بين واجباته ورغباته وأهدافه باستخدام طرقه وسائل معينة هو أكيد تعريف إدارة الوقت إذن هذا كل ياته تعريف إدارة الوقت من الحلويات التي تحشى بالتمر بالمكسرات جوز وفسطق حلبي أكيد هي المعمول نختار كلمة المعمول كل مما يأتي من السفات اللي بيحتاج إلها العامل بالغرز اليدوية ما عدا إيش؟ ما عدا السرعة معروف هلأ الشخص اللي بدي يشتغل بالغرز اليدوية بيكون عنده صبر، دقة، هدوء سرعة غلط سؤال تسعة لما ننتهي من تركيب الزرع على قطع الملابس بتم عملت من ثلاثة إلى أربع غرزات حول الخيوط السفلية الموجودة أسفل قطعة الملابس بعد ما نخلص تركيب الزرع بنعمل هاي ثلاثة إلى أربع غراز ليه يا ترى؟ عشان تثبيت نهاية التركيب مش محافظة على قماش ولا إبراج جمال الزر ولا سهولة خلع الزر أوكي إذن لتثبيب نهاية التركيب نتبهولها يا سادس، أوقات الترفيه غير النافع من الأمثلة على الأوقات الهامشية نتبهولها، ترفيه غير نافع تعتبر كانت عنده مجموعة أمثلة من ضمن هاي الأوقات الهامشية سؤال هداعش، الهدف من إذابة النشب شكل جيد بنسكه من الماء البارد لما نحنا نعمل المهلبية حتى لا يتكتل، تزيد النكهة لا، تذوب بسرعة لا، لأنه ما بذوب، هو بيمشي مع الخليط بصير، أوكي؟ بس أهم شغل إن إحنا ليش لازم نذوب النشاة مزبوط مزبوط عشان ما يتكتل يعني معقول نحكي الهدف من إذابة النشاة هو عشان يذوب بسرعة، لا أوكي إذن حتى لا يتكتل السؤال الثاني بيحكينا من النباتات التي يمكن تكثيرها بواسطة العقل الساقية الغضة انتبهوا أي مثال على عقل ساقية غضة نتذكر كان عندنا السجاد، أوكي؟ السؤال 13 من القواعد الأساسية لتنظيم الوقت الاحتفاظ بخطة زمنية، هاي الخطة الزمنية شو بتتضمن؟ مدام حكا لقواعد أساسية لتنظيم الوقت بالاحتفاظ بخطة زمنية، هي بتتضمن أكيد المسئوليات، المهام، مش أسماء أصدقاء ولا وقت النوم ولا وقت مشاهدة التلفاز، أوكي؟ هاي يعني بتكون موجودة على القائمة، قائمة الأشياء اللي بنا نعملها، لكن احنا منحكي عن قواعد أساسية تضمن المسئوليات، سؤال 14 المادة الرئيسية المستعملة بصناعة المهلبية، معروف المهلبية بدها نشاها حليب مع ورد، فإذا مش طحين، ولا سميد، ولا شعيرية سؤال 15، إحدى طرق تكثير نباتات الزينة تزرع بمنابت لحين نموها، بعدين مننقلها لأحواض الحديقة أو الأصص؟ أكيد هذا التكثير اللي منبلش فيه بالمنبت، منحط أول شيء بمنابت صغيرة، بعدين مننقلها مباشرة للزراعة الدائمة، هذا أكيد كان تعريف البذري، البذري، مش الخضري ولا الساقي ولا البصلي لبعدها بهدف إدخال الخيط بالإبرة بسهولة، منقص الخيط، نحن حكينا أنه طرف الخيط لازم نقصه بشكل مائل، ليه؟ عشان دغري يدخل بالإبرة بسهولة قواعد لازم على المشاة يلتزموا فيها أنهم يعبروا الطريق من دون طباطه، سير على طرقات ليلا أكيد غلط، سير داخل أنفاق حكينا غلط ممنوع إلا إذا كان في محل مخصص للمشاة، سير بشكل صفوف برضو حكينا غلط، إذن عبور الطريق من دون طباطه 18 من الإجراءات اللي لازم نتباهها عشان نستثمر وقتنا أنه ندون خطة لليوم بالسباح الباكر، أوكي؟ مش ندم، مش عدم إضاءة الوقت ومساعدة آخرين ولا إنجاز العمل تحت الضغط شو الإشي اللي منوخده من الأواسط الفروعي اللي ما بيزيد عمرها على سنة؟ انتبهوا لها، ما قالونا أنه بيزيد يعني متخشبة، قالونا لا يزيد عمرها على سنة، إذن فبتالي نحن بنحكي عن مين؟ عن شبه المتخشبة أداة صحيحة لقطع الخيط عند تنفيذ أشغال الإبرة، أي إشي بنستخدمه، شو هو الإشي اللي منستخدمه لقطع الخيط؟ أكيد المقص عنده ارتداء أو يؤثر ارتداء الملابس ذات الألوان الغامقة، وزن، لونج، حجم، طول، أكيد على الحجم، انتبهوا لها، يؤثر ارتداء الملابس ذات الألوان الغامقة بالحجم سؤال 22 من أدوات القياس والرسم المستخدم بالتنفيذ الغرز اليدوية، حكنا شو أدوات قياس ورسم، انتبهوا لها، قياس ورسم، كان عنا نوعين للقياس والرسم، أوكي؟ من ضمنها كان الخيار الثاني إلي هو المساطر، أوكي؟ المساطر، المساطر المختلفة سؤال 23 اختيار الملابس اللافتة للنظر والخاصة بالاستعراض المسرحي، هي مثال على إيش؟ على تنافر الألوان، إذا الملابس لافتة للنظر، بتتكون تنافر، زي اللي بلبسوها المهرجين مش تجاور، ولا انسجام، ولا تجانس سؤالي بعده من أنواع الغرز التي تستعمل لتثبيت القماش بصورة مؤقتة، مدام حكي إلي هي بصورة مؤقتة، بعدين منشيلها، إلي هي الغرز المؤقتة سؤال 25 معنا، لما نسأل أنفسنا صباح كل يوم الأسئلة، شو لازم نعمل، متى لازم نعمل، وين لازم نعمل الأشياء، فإذا نحن نحكي عن إدارة الوقت، إذا هذا مفهوم إدارة الوقت سؤال 26، فئة أكثر معرضة للحوادث أثناء عبور الطريق، أكيد حكينا عن الأطفال، أكثر ناس معرضين للحوادث سؤال 27، ملابس أقمشتها رقيقة، ناعمة، ومنحط لها أشريطة لامعة وأزرار، هي من مواصفات أي ملابس، ملابس لزيارات سؤال 29، يفضل استعمال مادة طباشرية لنقل العلامات للإقماش، ليش اللي خياطات بستخدموا الطباشير؟ لنقل العلامات للإقماش، عشان إيش؟ إزالتها على الأقمشة، بشكل كتير سريع ممكن نحن نزيلها عن الأقمشة، سؤال 30 من أبصال الزينة الشتوية اللي بتسرع لجمال أزهارها، الصافية الزنبق، الزنبق تعتبر صافية، لكن شو اللي بتعتبر الشتوية اللي هي النرجس، انتبهو لها يا سادس، من هيك بكون خلصنا امتحاننا، نراكم إن شاء الله بامتحانية وما غد الجغرافية، إلى اللقاء اشتركوا بقناة حياتنا أورلايف